اشتركوا في القناة على إثر وفاة والدهاد جاك دولوغ الرئيس الأسبق للمفاوضية الأوروبية وأكد جلالة الملك في هذه البرقية أنه طلق ببالغ الأسى والتأثر نبأ وفاة الراحل جاك دولوغ وأضف جلالته وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب فإننا نعرب لكم ومن خلالكم لجميع أقارب وأصدقاء الفقيد عن خالص تعازينا وعميق مواساتنا وأعرب جلالة الملك أيضا عن عميق تقديره واحترامه للفقيد مستحضرا جلالته بهذه المناسبة الأليمة لقاءاتنا ولسي مخصال الكرم والترحيب التي أبان عنها خلال فترة التدريب التي أمضيتها في المفاوضية الأوروبية في خبر آخر فادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نمو الاقتصادي الوطني سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2023 تحسنا بلغ 2.8% عوض 1.7% خلال نفس الفترة من سنة 2022 المندوبية أوضحت في مذاكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023 أن هذا التحسن يعزي الارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.7% عوض 3.3% سنة من قبل والأنشطة الفلاحية بنسبة 5.7% وأبرز المسدر ذاته أن الطلب الداخل شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في السياق نتسم بارتفاع قوي للتدخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني عقدت اللجنة الأقليمية للتنمية البشرية بأوسر دا اليوم الجمعة بمقر ملحقة الإقليم بالدخلة اجتماعا خصصا لتدارس وتتبع إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2023 لنتابع تقرير لهشام فرحان خلال اجتماعا ترأسه الكاتب العام لعملة إقليم أوسرد تم استعراض تقدم أشغال إنجاز مختلف مشاريع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2023 تم تناول خلال المشاريع البرنامج الثاني موكبة الأشخاص فضية الشاشة وتم تركيز على مجموعة من المشاريع في هذا المحور خاصة مع قطاع التعاون الوطني وقطاعات الحيوية التابعة للإقليم كذلك تم تركيز على برنامج تحسين دخل وإدماج الاقتصاد للشباب والوقوف على نسب إنجاز معظم المشاريع الخاصة بهذا البرنامج اجتماع لجنة درس أيضا برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة والذي يهم دعم التمدرسي ومحاربة الهضر المدرسي كما تم خلال الاجتماع بحث سبول مواكبة حاملية المشاريع التي تمت المصادقة عليها سابقا اليوم نحن في أخر الشيماع سنة 2023 خاصة بمبادرة الوطنية التنمية البشرية الوقوف على الحصيل المنجزة في إطار منصة شباب عملت أو سرد منصة الشباب بطبيعة الحال كتصير من طرف مؤسسات البحث من يبتكار في عمه هندسة اللي كتحاول توقف مع حامل المشاريع اللي تم المصادقة عليهم هم 28 حامل المشروع اليوم تم الإنجاز دي المجموعة من المشاريع وتنزلها للأرض الواقع بطبيعة الحال نحن نحاول أن نواقب هذه المشاريع باش تم الإنجاز ديالها جذيل بالذكر أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد انطلقت سنة 2018 وهي تسعى إلى تعبئة الموارد الضرورية وتحقيق الالتقائية بهدف الرفع من أثر البرامج على المواطنين نظم أمس بمركز تدريب المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية في تمارة حفل أداء القصم للفوجية 38 من مجندات الخدمة العسكرية بعد استفائهن لمرحلة التكوين الأساسي المشترك بقى التفاصيل في تقرير الشيماء بك بمركز تدريب المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية في تمارة نظم حفل أداء القصم للفوج 38 من مجندات الخدمة العسكرية بعد استفائهن لمرحلة التكوين الأساسي المشترك وقد خضعت المجندات البالغ عددهن 350 مجندات لتكوين عسكري أولي دم أربعة أشهر تمحور أساسا حول الشيق العسكرية بما في ذلك الحركات العسكرية وفن القتال والتربية على المواطنة والتربية البدنية وغيرها وذلك بغية تعزيز القيم الأخلاقية والانضباط لدى المجندات وتعريفهن برمض الحياة العسكرية فيما ستخصص المرحلة الثانية من التكوين على مدى ثمانية أشهر لتأهيل المهني في عدة تخصصات تأخذ بعين الاعتبار مؤهلات المجندات ومستوياتهن الدراسية كيصاد في اليوم حفل قسم تجريدة 38 لمجندات واختتام المرحلة الأولى من الخدمة العسكرية اللي دامت أربعة أشهر بينهم من خلال هالمجندات على حسن الانضباط وقوة العزيمة في مسايرة برنامج تكوين العسكري اللي تضمن دروس متعددة وتداريب ريادية بصفتي مؤطرة الدور ديلي كيجلف أنني نواكب المجندات ثلاث فترة جرنيت ديالهم ونساعدهم على الانضماج في تكوين العسكري وفي كلمة موجهة للمجندات خلال حفل أداء القسم حث رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية العميد أحمد زجل المجندات على استشعار الدلالات العميقة لهذا الالتزام المقدس وإدراك قوة هذا الرابط القوي الذي يجسده الاعتزاز والافتخار بالانتماء إلى أسرة القوات المسلحة الملكية كما اغتنم العميد زجل هذه المناسبة لتنويه بجميع المؤطرين من ضباط وضباط الصف وجنود الذين تفانوا في تكوينهم وتأطيرهم بكل فخر واعتزاز تجسيدا لتعليمات الملكية السامية الرابية إلى إنجاح هذه المهمة النبيلة ندمج في صفوف المجندات للخدمة العسكرية بهدف الارتقاء وتطوير قدراتي الشخصية المعرفية والبدنية والتي كتبت خلال فترة تدريب الأساسي والتي كانت مدة أربعة أشهر استفدت مع باقي المجندات من مجموعة من تدريب التطبيقية والنظرية واحتمل حيثة رياضية وترفيهية ونحن ندب بصعدة انتقال وحدة المرحلة الجديدة وهي مرحلة تخصص اللي قد نكتسب من خلالها بزرد المهارات في عدة مجالات وبطبيعة الحال قد تستحن فرص أننا ندمج في صوق الشغل وبفضل الشهادة اللي قد نحصل عليها في نهاية الخدمة العسكرية برنامج هذا الحفل تضمن أيضا نشاطا ثقافيا تخللته ورشات فنية مختلفة تعكس غنى وتنوع التراث المغربية كما أظهرت المجندات المشاركات في هذه الفعاليات مواهبهن الفنية وعبرنا عن مشاعرهن وهن متسلحات بخصال الثقة والالتزام والتفاني التي اكتسبناها خلال مرحلة التكوين هاتها كما قدمت المجندات في ختام هذا الحفل استعراضا عسكريا داخل مركز تدريب المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بيتمارا اعترضت فرقاتة تدعات للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية بالمحيط لأطلسيام سنة الخميس على بعد 186 كيلومتر عن جنوب غرب مدينة الدخلة اعترضت قاربا كان يعتزم التوجه نحو جزر الكانري وعلى متنه 91 مرشحا للهجرة غير القانونية ينحضرون من بلدان افريقيا جنوب الصحراء من بينهم ثمان نساء ورضيع واحد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اوضح ان الاشخاص الذين تم انقاذهم تلقوا الاسعافات اللازمة على متن الفرقاتة قبل نقلهم الى ميناء الدخل وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالاجراءات الادارية الجاربها العمل الى الاخبار الدولية مشاهدين حيث اعلنت تكرانيا الجمعة انها دمرت 114 من بين 158 من الصواريخ والمسيرات التي اطلقتها روسيا في اخر السلسلة من الهجمات التي اوقعت عشرة قتلى على الاقل وسبعين جريحا في انحاء البلاد لنتابع تقرير لرغد قابلي اوكرانيا اعلنت انها دمرت 114 من بين 158 من الصواريخ والمسيرات التي اطلقتها روسيا في اخر سلسلة من الهجمات التي اوقعت عشرة قتلى على الاقل وسبعين جريحا في انحاء البلاد وقال سلاح الجو الاوكراني ان روسيا استخدمت 158 من وسائل الهجوم الجوي ضد اوكرانيا الليلة الماضية صواريخ من مختلف الدرازات ومركبات جوية مسيرة مضيفا انه دمر 114 من تلك الاهداف وقال زيلنسك على منصة اكس اليوم استخدمت روسيا كل انواع الاسلحة تقريبا الموجودة في ترسانتها الضربات جاءت بعد ايام على استهدف اوكرانيا لسفينة حربية روسية في ضربة اعتبرت انتكاسة كبيرة للبحرية الروسية مسؤولون اوكرانيون اكدوا ان القصف الروسي الحق اضرارا بمستشفى للولادة في مدينة دينيبرو وسط البلاد وبنايات في مدينة ليفيفا في الغرب وميناء اوديسا في الجنوب الشرق ومدينة خركيف في الشرق تعرف مجموعة من دول العالم انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة دفعت بسلطاتها الى اعلان تحذيرات واتخاذ اجراءات لتفادي الحوادث المترتبة عن الفيضانات وثلوج والعواصف بقى التفاصيل في تقريليانا حجي فصل الشتاء هذا العام يتزمن مع اشتداد الازمة العالمية لامدادات الغاز والنفط في اوروبا والعالم بسبب الحروب الدائرة في مختلف بقاعها ولهذا السبب يحذر خبراء من ان العديد من دول العالم مقبلة على شتاء قارس شديد البرودة ففي الهند تأخرت خدمات القطارات بسبب الضواب الشديد الناتج عن انخفاض قياسي في درجات الحرارة والذي نتج عنه انخفاض الرؤية وغالبا ما تشهد اجزاء من شمال ووسط الهند ضبابا كثيفا بسبب موجات البرد في هذا الوقت من العام في شانجهاي استيقظ السكان على ضباب كثيفا غطى مختلف انحاء المدينة التي اصبحت غير مرئية تقريبا واصدرت السلطات انذارا اصفر بشأن الضباب في شانجهاي وتم اغلاق بعض اقسام الطرق السريعة بالاضافة الى جسر يؤدي الى ميناء الحاويات هذا واتوجه بوتاباست فيضانات شطوية غير مسبوقة تسببت في فيضان نهر الدانوب ووصوله الى اعلى مستوى الله خلال العقد عند 6.93 مترا وعلى الرغم من ان فيضان النهر لم يتسبب في اضرار كبيرة الا ان الخبراء يحذرون من حدوث فيضانات مبكرة متكررة اكثر بسبب تغير المناخ ونشاهد في شمال شرق انجلترا تساقطات الثلوج ادت الى توقف حركة المرورة حيث اصدرت هيئة الارصاد الجوية في المملكة المتحدة تحذيرات من الثلوج والجليد في شرق انجلترا باكمله واجزاء من شمال غرب انجلترا واجزاء من اسكوتلندا كما اصدر مكتب الارصاد الجوية في المملكة المتحدة تحذيرات باللون الاصفر من الثلوج والجليد مع توقعات بالخفاض درجات الحرارة أثناء الليل إلى ما يصل إلى ناقص عشر درجات مئوية فيضانات ألمانيا شردت مئات الأشخاص إذ وصل منصوب المياه إلى سبعين سنتيمترا في ولاية تورينجيا وسط البلاد ما أجبر نحو أربعمائة شخص على إخلاء منازلهم باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة شردت مئات الأشخاص في بعض أجزاء ألمانيا إذ وصل منصوب المياه إلى سبعين سنتيمترا في بلدة فيند هونزن بولاية تورينجيا وسط البلاد ما أجبر نحو أربعمائة شخص على إخلاء منازلهم الفيضانات عطلت الحياة اليومية في بعض أجزاء ألمانيا المسؤولون في ولاية سكسونيا أعلنوا أن منصوب المياه في العديد من الأنهار والجداول في أنحاء الولاية لا يزال مرتفعا ومن جانبها أصدرت السلطة المحلية في ولاية شمال الراين واسط فاليا تحذيرا عاما بشأن ارتفاع منصوب المياه في نهر فازر مكتب الأرصاد الجوية الألماني حذر من هطول أمطار غزيرة في مناطق مختلفة إلى كاليفورنيا حيث جذبت الأمواج العاطية ركب الأمواج بعد عصفة قوية دربت ساحل المدينة وخلفت خسائر مادية في وقت نشرت فيه التوقعات لإمكانية حدوث الأسوأ المزيد من التفاصيل في تقريل هيبا بوجرادا هذا هو المشهد بكاليفورنيا الأمواج فاقت 12 مترا الضباب أضحى سيد الموقف فيما الرياح فاقت الخطورة لكن هذا الوضع لم يمنع راكبي الأمواج من الاستمتاع بأمواج العاصفة وممارسة رياضتهم المفضلة أنا ولدت في كاليفورنيا ومن المهم بالنسبة لي أن أرى جمال الأمواج رغم الخطورة إلا أنني سعيد بوجودي لمشاهدة هذه الأمواج هذا ملهم بشكل لا يصدق أن سعيد بوجودي هنا رؤية وتقدير ما يقدمه ساحل كاليفورنيا العاصفة تسببت في ارتفاع الآبار الساحلية وخلفت خسائر مادية على ساحل كاليفورنيا وخبراء الأرصاد الجوية حذروا من هذه الظروف التي وصفت بالخطيرة كما صدرت أوامر الإخلاء في عدة مناطق في شمال كاليفورنيا ويبقى التحذير من ارتفاع الأمواج والفيضانات ساريا حتى الساعات الأخيرة من هذا اليوم الأمر الذي يجعل وضع كاليفورنيا على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه العاصفة دوليا دايما رفعت ألمانيا من درجة قضتها الأمنية استعدادا لاستقبال سنة الجديدة وذلك حتى لا يتكرر أعمال العنف التي وقعت سنة الماضية والتي خلفت عدة إصابات في صفوف رجال الشرطة بقى التفاصيل في تقرير لحمزة الخضر على قدم وساق تستعد السلطات الأمنية في ألمانيا لاستقبال العام الجديد بحذر بالغ وبإجراءات مشددة مخافة تكرار مشاهد العنف التي شهدتها العاصمة برلين السنة الماضية احتفالات العام الماضي شهدت هجمات على الشرطة وأفراد خدمة الإطفاء وليلتها أصيب 18 ضابط شرطة في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الأمن أكثر من مئة شخص ومن خلال نشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي طالبت الشرطة الألمانية ومعها خدمة الإطفاء الجمهورة بالامتناع عن القيام بأي أعمال قد تسبب العنف والاحتفال بالعام الجديد في ظروف آمنة وبشكل سلمي هذا ومن المتوقع أن تزيد قوات الإطفاء من أطقم أفرادها استعدادا لأكثر الليالي عملا في العام نعود مشاهدين للأخبار الوطنية حيث افتتحت أمس بفاص فعالية الدورة الخمسة من مهرجان دار الفن الدولي للمسرح وفنون الفرجة التي تنظمها جمعية دار الفن بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبالشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة فاص مكناس موسيقى جناوة وفن الراب وعروض السرك المتميزة مزيج فني وفرجوي أعطيت به انطلاقة الدورة الخامسة من مهرجان دار الفن الدولي للمسرح وفنون الفرجة دورة هذه السنة ستحتفي بالفن القادر دينا جمال عبابسي حاولت إدارة المهرجان أن تنتقي عروض محترفة متنوعة تشمل الكوميديا وأيضا المسرح التجريبي وأيضا عروض موازية كعروض السرك وأيضا وراشات خاصة بالشباب على مستوى تعبير الجسدي على مستوى الكوميديا على مستوى أساسيات الإلقاء المسرحي ويعرف المهرجان تقديم عروض مسرحية بمختلف فضاءات المدينة لفرق مغربية وأجنبية إلى جانب تنظيم أنشطة فنية وثقافية عبارة عن ورشات تقرب فن المسرح من فئة الشباب يعني ما أحوجنا لهذه الدورات خاصة أن الشباب جد متعطش للأنشطة وخصوف ضعف يشتغل فالمهرجان هو فرصة للتواصل والتلاقي وتبادل المعرفة وإتراء الرصيد المعرفي ويسعى المهرجان ليكون فضاءا لتبادل الأفكار والتجارب المسرحية وكذل مساهمة في تعزيز التنشيط الثقافي وتحقيق التنمية المحلية الختام مشاهدين بالخبر يا رياضي حيث قال لاعب كرة المدراب الإسباني رافايل ندال اليوم أنه يشعر بحالة جيدة بعد عودته لمدينة بريز أو برزبين الأسترالية مضيفا أنه لا يأمل في الفوز بلقب الدورة في المستقبل القريب تفاصيل عودة ندال لملاعب الكرة الصفراء في هذا التقريد لحمزة الخطر عام من الغياب لم تطأ خلاله قدم المتادور الإسباني رافايل ندال أردم لاعب الكرة الصفراء وذلك منذ خسارته أمام الأمريكي ماكينزي ماكدونالد في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في يناير الماضي ندال البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاما خضع لعمليتين جراحيتين في الورك أبعدتاه لفترة طويلة عن المنافسات أشعر أنني بحالة جيدة وبتحصن كبير عن ما كنت عليه قبل شهر لكن في رأيي من المستحيل التفكير في الفوز بأي دورة في المستقبل القريب أتمنى فقط أن أكون قادرا على الذهاب إلى الملعب والشعور بأنني قادر على التنفس وتقديم أفضل ما لدي ندال أمضى بعض الوقت في أكاديميته في الكويت استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة المقررة في الفترة بين الخامس عشر والثامن والعشرين من يناير المقبل في إطار سعيه إلى البحث عن درجات حرارة وظروف مشابهة لتلك التي سيواجهها في أول بطولة جرانت سلام هذا الموسم لا يوجد شيء مستحيل ووجود هنا هو انتصار بالنسبة لي يقول ندال المتوج بـ 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ستظل على الدوام سيد الملاعب الترابية ترد الجماهير المتطلعة لدورة بريزبين حيث من المفترض أن يستهل ندال موسمه الأخير في مسيرته الاحترافية بذلك مشاهدين نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة نشكر لكم طيبة المتابعة في عمل الله ترجمة نانسي قنقر